وفي أخبار الرياضة اختتمت يوم أمس منافسات دور المجتمعات من بطولة الاتحاد لكرة القدم ببلوغ أندية الفيصل والوحدات والجزيرة والجليل الدور نصف النهائي حصاد دور المجموعات في هذا التقرير اكتملت أضلع المربع الذهبي من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم الوحدات والفيصل والجزيرة والجليل في الدور نصف النهائي المجموعة الأولى تسيدها الوحدات برصيد ست نقاط فوز صعب حققه المارد الأخضر في مباراته الأولى أمام سحاف الدقائق الأخيرة خلق بعض التخوفات عند جماهيره لينتصر في المواجهة الثانية على معان برباعية نظيفة أما المجموعة الثانية والتي كان بطلها الفيصلي انطلقت بفوزا للرمثة بهدفين نظيفين على البقعة ثم بداية مثالية للزعيم الذي تجاوز البقعة بثلاثية نظيفة قبل أن يحسم الفيصلي سطارته للمجموعة بفارق الأهداف عن الرمثة بداية المجموعة الثالثة كانت بفوز كبير للجزيرة على شباب الأردن بثلاثة أهداف لهدف وفي المباراة الثانية في هذه المجموعة افتتح الحسين إربد مشواره بالبطولة بثلاثية نظيفة في مرمى شباب الأردن وبالرغم من أفضلية الحسين على الجزيرة بفارق الأهداف فالجزيرة لم ينظر للحسابات وحقق الفوز بثنائية نظيفة ليتأهل بطلا للمجموعة المجموعة الرابعة وهي أول مجموعة حصمت الجليل بانتصارين متتاليين على السلط وشباب العقبة ضمين وجوده في الدور نصف النهائي وجعل من مواجهة السلط والعقبة التي انتهت بالتعادل السلبي تحصيل حاصل يوم الثلاثاء المقبل سيتم تحديد طرفي المباراة النهائية حيث ستجمع المباراة الأولى من الدور نصف النهائي قطبي الكرة الأردنية الفيصلي والوحدات فيما سيواجه الجزيرة نظيره الجليل في المباراة الثانية حقق فريق الهلال فوزا ثمينا على منافسه الرائد بهدفين لهدف في لقاء الذي قيم أمس على استاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من عمر دور السعودي لكرة القدم وتقدم الهلال في النتيجة في الدقيقة السادسة والخمسين عبر اللاعب ياسر الشهراني قبل أن يعدل الرائد النتيجة في الدقيقة التاسعة والستين من خلال ركلة جزاء سجلها المغربي كريم البركاوي وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء سجل اللاعب سالم الدوسري هدف الفوز للهلال الذي رفع رصيده بهذا الانتصار إلى 42 نقطة في المركز الثاني كما توقف رصيد الرائد عند النقطة الخامسة والعشرين في المركز الثالث عشر يستقبل يوفنتوس نظيره لاتسيو الليلة في اللقاء الذي يأتي ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدور الإيطالي لكرة القدم ويدخل كل الفريقين هذا اللقاء بطموح لتحقيق الانتصار حيث يسعى يوفنتوس إلى حصد النقاط الثلاث من أجل عدم الابتعاد أكثر عن الصدارة في ظل تألق انتر ميلا المتصدر في الجولات الماضية فيما يطمح لاتسيو إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاقتراب أكثر من مراكز المقدمة حيث يقع لاتسيو في المركز السابع برصيد 43 نقطة فيما يحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 49 نقطة تجري يوم غدا انتخابات رئاسة نادي برشلونة وسط حالة من الترقب لمستقبل نجم الكرة الأرجنتيني لين الميسي ومصير العديد من التحديات التي يواجهها الفريق الكتالوني ويأمل أعضاء النادي وعشاقه أن تكون هذه الانتخابات بمثابة إزدال الستار على الصعوبات التي عاشها النادي خلال الفترة الماضية هذا وانحصر الصراع على رئاسة النادي الكتالوني بين ثلاثة مرشحينهم فيكتور فونت وتوني فريتشا والرئيس الأسبق للنادي خوان لابورتا وتأتي الانتخابات وسط استمرار أزمة تفشي جائحة كورونا التي خلفت تبعات صعبة على النادي الكتالوني